موسيقى موسيقى الست حسنة حبتها لنجوة ولقتها لطيفي وكويسي ومهزبي وبنت ناس بقى قالت ليش ما بخطبها لابني عندها ابنها بده يتزوج بقى تعرفت على ابنها وصار فيه هيك عشرة بين بعض وخطبوا خطبوا نجوة هي وابنها لحسنة وكل الأمور ماشي على خير بسافر الشاب راح على أوروبا بيشتغل وضلوا مخطبين على أساس بس يرجع بيزوجوه داتا يوم حسنة هيك مرأة بالشارع شافت نجوة جالسي مع شاب عم تحكي هي وياه بالمقهى بتعالت شوي وتلفنت لها طلبتها بالتليفون قالت لها انت فين قالت لها نجوة انا مع الماما وبالسوق ماشيين بالسوق عرفت انه عم تكزو لذلك لما رجعت تاني يوم على الشغل نجوة حسنة قالت له متأسفي خلص ما عد إليك شغل عنا حكيت مع ابنها على أوروبا وقالت له انه خطيبتك عم بتخونك بقى تفضل افسخ الخطوبة وهكذا حصل فسخت الخطوبة حاولت نجوة مسكينة يعني حتى نقول انه حاولت تشرح لسيدة حسنة انه انه مش مظبوط انه هذا الشاب ما في اي علاقة بينه وبينه وهذا شاب كانت تعرفه من زمان والزهر عم بتوضح له موقفها انه هي اصبحت على ذمة شاب اخر بس المهم انه حسنة ما رضيت ورفضت والقطيعة لها سنتين مشيك؟ موضوع كله سوء تفاهم لأكثر سوء تفاهم وما عطتنيش فرصة انه مني مش رحلها سوء تفاهم مني ترى نعم انا كنت سبا غام باش ننهي العلاقة اللي كنت بيني وبين ذلك الشاب لانه كان دائما تي عيت لي تتصل بيا وما بغاش ننهي العلاقة يعني باقي عنده امل انه نعن رجعهم هوادياتنا انه كان موضوع زواج فكتر ما اتصل كتير اوكي انتلاقوا اه دنا اه اه عشان بس اشرح له نعم انه انا خلاص مخطوبة وحتجوز يعني خلاص انسان بالمرة نعم فلما اتصلت لي خالت حسنة انا انا مكنتش عايزة اقولها انا فكرة انا اصلا بقولها كل حاجة اي حاجة بتحصل لي في المدرسة كل حاجة بقول لا لا نعم بحبها في مرتبة امي يعني حلو حاجة فللاسف فهمتني غلطة انا مقدرش ولا كنت مع الشاب عشان انهي الموضوع ما بغيتش من نركز على ذاك الموضوع صافي بغيت النساء ما بغيتش ندخلهم تاني يوم لما قالتلك خلاص ما باع عنديك شغل وطلب في الامن ماشي سنة تاني يوم للشغل حاولت نشرح له بس بصرخ وخلاص مشيت البيت علشان تصل بمهدي فصدمت اسمه مهدي خطيبك كان اسمه مهدي صدمت منه ما بيجاودنيش وبعت له رسائل كنشيرو نعم 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 نجوة ومن وقتها ما عدت وتكلمت وانت وخطيبك لا ما حاولت باني مش مصدقاني اصلا وما ديتنيش فرصة عشان اتكلم اشرح لها نعم الموضوع انت ما شرحت له فيك تبعتي له بالمسج فيك تبعتي له بعت بس مش بيجاوب يعني ما جاوب وفرنسا مش بيجاوب اه ما جاوب خلاص هو انهى العلاقة يعني اه ما عدت تعرفتي عنه شي اه خبريني عن وضعك العائلي انت عايشي مع اهلك عنديك اخوان عنديك اخوات كيف عمك انا عايشة مع الي وقالي محافظين جدا لدرجة انه لما جات فستغت الخضوبة ما سألوهش عن الموضوع خلاص قال ربنا بيجمع وربنا بيسرق فا فرقهم ربنا اه يعني ما محافظين مؤمنين يعني اه وانا كنت بشتغل وبدرس نفس الوقت نعم كملت دراستك اه شو درستي؟ تجارة وتسبيق خلصتي ولا لسه بالجامعة؟ لسه بدرس لسه بدرس انا كنت بدرس وبشتغل في نفس الوقت نعم بشتغل عند خالتي حسنة وبدرس يا كنت متفهمة جدا ضروفي وكانت بتسيبني يعني اروح وأجي عالجامعة اه يا ستي دخل الشر شو بليك تعملي؟ يعني انا اعملي في ربنا كبير قوي في حضرتك بتمنى الناس فهمني ان شاء الله نحنا راح منحاول راح حاول انا ووجهت الدعوة الى السيدة حسنة خلينا نشوف كيف تلقف الدعوة واذا قبلت ابنه تجي اوكي موسيقى اهلا الاستاذ جورج احنا الان كنت واجدوا بمدينة موراكوش المدينة الحمراء وبالطبط الساحة الجامعة الاثناء مدينة موراكوش اللي كنت تعتبر من اهم المدن السياحية بالمغرب وده با غا نمشيوا باش غتوجهوا عند حسنة الشراقي باش نسلموا هذه الدعوة جيلها يلا هوا معين شفوها وش كاينة موسيقى 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 اهلا الاستاذ جورج احنا دابافنا فورة جليز وغا نشوف باش همخلبوا على البيت جيل حسنة الشراقي باش نسلموا هدع وجيلها يلا هوا معايا موسيقى 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 اشتركوا في القناة تسقت الخطوبة وطلعتها من شغلة لانه شافتها مرة مع شاب واعتبرت انه عم بتكون ابنها لنشوف السيدة حسنة اذا كانت رح بتوافق على هالاعتذار واذا كانت رح بتسامح على كل حال نحن حسنة اصبحت في الخارج بانتظار اشارة خليها تتفضل اهلا بسيدة حسنة كيف حوالك اهلا بخير كنت لابسي اللباس المغربي شفناك اهلا بخير شكرا 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 أنا وسيط خير أنا وسيط خير أنا مضع أفحد دينا في نصر مش مزع لي حدا لنكي ربني خليك أنت شلويت معرفته شو عندك أولاد غير اللي عندي واحد المهد ربني خليك هو اللي عندي ثلاثين سانا يا ستي ليكي أنا وسيط خير والهدف للبرنامج هو هيك إصلاح ذات البين يعني إذا فينا زعلانة إذا كذا أنا مزعلان مع أحد مش حدا أبدا في حدا دعاكي لا شكرا يدعيك في حدا دعاكي هو دعاكي بحبك في حدا دعاكي بحبك أنا دعيتك وهذا الشخص دعاكي لأنه بحبك بتحبي تعرفي مين طلعي بالشاشة وبعرف أن أحبك موسيقى 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 ولا راح ألزمك بأي شيء بس خليني أنا أرجوك أرجوك إليك خلاص خلاص عيوني خلاص ما لك علاقة احكي معاي أنت بس هايدي تقليك شو اسمعي هايدي البنت البنت هي طلبت هي أصلت أنه ندعيك لأنه هي أنا ما بيدي معا وعده اسمعي شوية خليني خبر أنا ما بيدي معا وعده تفرقني من ستة أشهر يا ستي خليني أحكي معاك هايدي البنت بتعتبر أنه صار شوق تفاهم حكي البابة خينة خينة خليني أحكي خليني أحكي وهي بتقول أنك أنت ما خليتيها توضح حابة توضح أنا شفتها بعيني شفتها 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 بعيني هي صديقها وين في المغرب في مراكوش بس وين بأي مكان في مقهى في مقهى ايوه اشنو اشنو معني يا سيد تب اسمعي ولي أخذتا عمينو يخذ عادي شوية عم خبرك أنا عم حكي لك أنا روي شوية احكي شوية أنا أنت شفتها جالسة اه ما شو تتكلم شو تتكلم معاه في شي غير هيك علاش عم بتبوسوا عم بتبوسها علاش علاش أقول سي كانت عم بتبوسوا لا عم بتتكلم اه علاش وما خطبها علاش غا تتكلم معاه خليني أقولك شي خليني أقولك شي أول شي بدي أراليك الرسالة بعدين بخبرك الخبرية وقال تقرني عشق الرسالة شدي شعيزها لا تصلحش لي يلا صحي خيتي خلص مش ملزمي فيها خينا خلص خلينا خلينا نقر كذابة كذابة وخينا خلينا نقر الرسالة أنا لما عايت تلا في تليفون وانتين أنت فين أليك لأنا مع أمي بشري هدوم ما هي مش عام بتقلك ما هي مش عام بتقلك وأنا تقطفها عامين درسة كتر من بنسين ما عنجيش البنت ودرسة هي بنس تقطفها عامين وزيزة عليا يعيني ما هي الصعبان أنا حل كنت تشغل عندي عامين ما هي هيدا الصعبان عليها مش عايزة تخلي معاك مش عايزة تخلي معاك ما تحكي ما تحكي ما تحكي خليني بتقلك أمي الحبيبة حسنة لم أقابل في حياتي أم في روعتك ولم أعاشر أحدا أحن منك ولم أحزن في حياتي مثل ما حزنت حين جعلتك أو حين جعلتك الظروف تسيئ فهمك خينا أستاذ خينا والله خينا والله أستاذ خينا أنا شوف سعب حسنة خليني خليني أحكي حبيب بدل نفسك بلاصي أنا لا 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 خينا خليني أكمل لك أعترف أنني أخطأت حينما لم أخبرك بما كان لدي من ماض حاولت أن أتخلص منه وحدي تبهتي شو عم تقول فهمت علي هي عم تقول أنه ما قلت لك أنه كان عنده ماض الكلام ده أنا ما ميدوش وربما خليني يكمل وربما كان يجب أن أطلب مشورتك في هذا الأمر فأنت لم تتأخر يوما أستاذ عن مساعدتي أربوك أستاذ أربوك أستاذ أربوك أستاذ أربوك أستاذ أربوك أستاذ لا صافي لي والله ما صافي تبهي قلي charlotte أولي يتعقين تبهي لا تبهي لا تبهي أ вспويني بصد أريد لا اعلم لا لا تبهي هناك 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 هنا want to talk لا 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 استنдел لyeong لكن بإنت نجوة هذا الشب الجالسي أنت معه بالقهوة C cities محل شو السبب إلي لي علشان أنهي العلاقة هو بيكلمني كثير و أنا ما تكدبيش كدبتي علي قلت لي أنا أنا مع ممي فأبشيري ودوم ما بغيتش ما بغيتش ندخليك لما يأييه لا أنت كدبتي فيك ودوم خينة لا خينة خينة أنا عمري كدبتي عليك أعمين و أنا خدام عمري كدبتي ليك كدبتي في تليفون كدبتي في تليفون وأنا معكف المحل كدبت لي كدبتي وانتعيت لي أنا أقول حقيقا لكي أقول الصراحة أنا عملت بحل بنتي ما عنديش بنتي و أنا عملت كنتي زي بنتي ما تستاهليش خالتي أنا ما قولتش لك صيف قيلية أنا ما قلتش لك سالينا حنا مدة 6 شرصة بسالينا خالتي أنا بغيتك بغيتك غير تردينية لأن هذا سوء تفاوم أنمتك دوات قفراتي مزيان أنا أنا مخمتش ولدك و أصلاً خونتي 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 التقلي عقاية أنا أنا عقدت كثيقة خونتيها خونتي لماذا تغلقون و لاش ما تكذبيش؟ كذبتي عليا و كذبتي عليا أنا كنتين قولوا لك أصلاً أولاً كذبت علياً أولاً كذبت علياً في هادئي وبغيتك أكثر من هادئي و عامين كنت يبقى عملك إزاي مش زي بنتي أكثر من بنتي هناك شون لا كينش ما تكذبيش عليا أنا ما شدتي 24 عم بضحكي عليا أنا بغا شو مال لا مدريش معي هابكاك بغا غير نهي العلاقة بلا ما ندخلكم أنتو ما فيها ما كنش تستهل أصلاً أنا نقول عليكم ما كنتستهليش، ما كنتستهليش، ما كنتستهليش خينا أصلاً تي خينا سيد حسنة إسمعيني شوية عيوني بس إسمعي شوية بس هدئي حدئي شوية هدئي شوية هادي بنت إجت أمام الملايين حتى توضح الأمر معلاش؟ أنا مش غية، أنا ما كي حسابيش أكبر أنا مش غية عشان أعمل بس سوق ولكن هيج بدك ستشهور ده اللي نسيت أنا والدي أنا بيها اسبابي مرض يومين وفص بيطار ناعس بسبب هاد الشي وما شافاش أنا اللي قتليها شوكين وانا انصدمتي فات قترت انهيار عصابي بسببها السكر بسببها بسبب المشكلة عنديك سكر ما تنفع لي هلا ما تنفع لي بليز روئي شوية روئي شوية شيخة روئي شوية روئي شوية ما هي هي البنت عم بتقول انه كانت عم بتخلص منه هذا الرجل كان عم بيلاحقها ماذا ندخلك خالت فاتش ماذا ندخلك خالت فاتش وليس لدي أحد أحد حق عليها هي وش نتفق معي أستاذ رح شومها بس لكي هي صعباني أنت عليها لو صعبتي عليها ما تكذبش عليها هي كذبت عليها يا ما صعبتيش عليها أنا صعب عليها حلها أنا غلطت هيش بيس هل يعودني على هذه الشب من قبل من أبي يعني أنا قلت تهلي ولكني مش عارسكي أنا وش كدري نمسي معا لك أنا نميها لأ شكدري نمعديني معا أنا وبركي نمعديني كانت يعيز لي لا نشوفكم على شخص هضر نعرفش كين وش واقع ما تضحكيش عليها كنت نهيها علاقة بنتي ما تستاهليش أمهدي هذه البنت أجت أمام الملايين تعتذر منك وجدت تلك أنه هي غير مزنبة بريئة ما كانش في شيء أنا مش حسميحها على اللي عملت ده مردتني عملت فاتيقة عامين وأنا بطعفة أكتر من بنتي ولكني أخانتي اتقادي هي آلت حتيعمل في بلاس انت يا أستاذ مع ثقة اللي درس فيها وولدي ما بتاش بغير دخول المغرب عليها قبل مرض تلي وولدي أنا عندي أولد واحد شاب درّي واحد وسأ колicken חمنكي أولدي أنا يا شيخة بدنا أبنك يرجع عالمغرب وبدنا يرجع ما خالتكش وفهميني فهميني عامين ما قدرشيش حرام عليك أفني مريضة ما سبعتني لي ما سبعتني ليش هيك أنا معك في المغرب ما سبعتني ليش أنا مريضة حرام عليك سلامة سلامة قلبك يا شيخ ما بدنا هيك تكوني مريضة قولي يا نجوة أنت العيلة مولتي القد والباس وتويا لله أمولات ويا لله أنا واجلني وجلني صوتا حلو كمير لش ما رحتي لعندها على البيت غنيتي له بتحب الأغنية بتحب الأغنية دي طيب بس ما عم بتقلك أنت خاينة والله العظيم ما خلت والله العظيم بتقولي أنا واسق نفسي كتير وأتقر فيها لشان كده أنا عايزات سامحني بتقولي والله العظيم أنك ما خلتها أه لا خلتني خلتني خلت تيقلك دير أفا خلت أخلت تيقلي دير أفا تعرفين يا خاتي فيش أنحلف أقسم باللعنة ما خلتكش انتي بفهمتيش الموضوع كونديشك مع ياتيك ساعة وتسمعيش نو قلت لي أخطأت يمكن بس ما خانت كنت بيشقول ويا إي حبيبتي بس أخطأت لأنه ما قالت أخطأت وما اللي كذبت 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 بس ما أخطأ ما خانت بيشقول إي الله أبغأ أفهم كنت بيشقول إي إيه كنت بيشقول هي الحياة تأيت لي علش أنتفاني تليفون تأيت لي خصني ضروري بش أن هذه العلاقة تقوليها لي قوليها لي قلني ما تشهينيش فرصة ما تشهينيش فرصة أنا نشرح لي علي صلكتك فرصة نشك بعيني وانتي كنتكت كذبت بشي قاسة بش ندهي العلاقة لدي ما أصلا قطفي تليفون علش دي ما قطفي تليفون علي حسنش عيت لي أكزب لا وليك ما تشهيني قولي صارحيني وش ممكن تصرحني وللنا تصرحني أخطأت أنه ما صرحتك أخطأت غلط أخطأت غلط بش دروني تقولي خانت غلط ما 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 قبرتك بس لي عم تحنف والله العظيم أنه ما خانت اجتمعت مع هذا الشاب لحتى تنهي العلاقة تصمي بمواع بأن ما كنتيش على أسس قلبك صافي بيض من جيته من الله العلي العظيم يا ربي يا ربي اجت من المغرب وعزبتك وجبتك لهون على مصر ده نمريدة والله والله سلامة تقلبك أنا والله تعبان عني بس أنا بدي إليك شغلي يا أمهدي ما في شي بي أقلب لك إنجاب هايدي البنت سمعنيها اجت لهون اعتذرت وماعتبر حالة مزنبة وقالت إنها مزنبة وقالت إنت اعتذرت إنتقات 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 ما كانت كانت بتلك بالرسالة ما كانت ليتيني كملها أقلتلك بالأعز إنه بتعتذر وكنت بتتتكلم معاك كنت بتقوله إيه بس عايزة عرف تقوله إيه في الكافي كنت تقوله إيه شو كنتي بالكافي شو كنتي تقليله كنتي نقول لي هراني تخطبت ونهيت العلاقة للي بناتنا مستقاش عيت ليا بعد مني رأ وانا عطل كنتي نقول لأ لا تنبشيش معاك أنا أروح معاك خلالش ندخلك في هذا الموضوع خلالش ندخليني شو كنتي عزيزة عليك وزي يمّا أه يا مصافي بني معاك غلط كمان تصرف الخيانة لا تصرف غلط الخيانة والخالي لازم يقولها أنا بإليك إنه هايدي تصرف غلط بنت بعدها زبيري بعدها مش عارفي أنت أوعى منها وأنتي عقليك كبير وأنت ربنا يخليك أس ما بعرف إذا كان إذا فيك إذا بدك إذا بدك تسامحيها قرار بيجعل إليك يعني هي طلبت مني طلبت مني الاعتذار طلبت مني السماح طلبت ترجع العلاقة معك زي ما كانت زي أمها هيك قالت قرار عندك إذا بتحبي تسامحيها أنت حرة أنا على فكرة أنا قل بسميح لا 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 الكذب أنت بتقرري بتقرري أيوة ولكن الكذب الكذب حتي فضل كده حتي فضل كده حتي أنا نشو إذا سعى نرجع إنساء الله مرات حتي نديك عندك الشب طلبة بديل دارهم وتسمعي لها دراء اللي قلت ليه سوه ليه اهه قلت ليه تخطبت وبعد مني مستشعيت ليه هذا شي كان بيناتنا أنا نديك وتشوفي لو كان كده حاروح معاك حسمحك لو كان أروح اه اه وسألوا على اللي اللي كنت بتقول انتي وهو وما تكذبيش عليّ مرة أخرى وما تكذبيش الكذب معايا أنا لا وإنه هو ما تكذبت عليك لا كذبتي مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة فعشل مدخلت الموضوع لا مرة واحدة انتي ليستبت كذبين بالوقت نفتح السيطار وبتشوفيها هي موجودة اه حاضر مش مشكلة بتسامحيها ولكن بشرط عندي شرط شرط بس هلأ بس هلأ بتسامحيها تشوفيها حسمحه ولكن أروح معاها وتروحي معاها لا هلأ هلأ بتسامحيها وتروحي معاها أروح معاك عند الشاب حاضر مفيش مشكلة سامحيها مفيش مشكلة المسامح كريم ربنا يخليك المسامح كريم الله يبارك ربنا يخليك 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 خلص 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 تعالي تعالي يا جوهنا تعالي يا جوهنا يعني مش معقولة ست شو ما عحق ما عحق انه تجي تجي من مراكش ما عحق تبحث عني وتراضيكي وتطلب السماح منك لانه لانه يعني الله يخليه لأمها بس سران ده أمين طيب بدك 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 خليها تغني لنا شوي قبل ما تمشي شو رأيك ها بتروي شوي هلأ بتكملي بتحضنيها بره بتروحي معاها لعند الشاب هدا بنا نعرف هدا الشاب شو قصته حكايته ترجع تخبريني ايه والله حق والله حق ايه وبنا نرجع بدنا نرجع مهدي من 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 فلانسي ايه وضروري ايه اوكي انت شو ها ما شو ما شوالله عليك صوتك حبو ايه لي كانت مشتاة تولي دايما غنيلي والله شو بتاع هيتغني هاتي لشو عندلوسي عندلوسي ايه هاتي غني 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 لي غني لي عندلوسي هم يمن لالقرني ليش سبري لقرني ليش سبري غزو زال أخي مرسول الحب لا هي اللي زي صبري انت العيلة مولتي القد والباسي وتويل الله أمولات ويل الله أنا واجني واجنني وعليك من فرقوني يلا يلا اسروح يعني عن جد شي مواثرة في شباب عم يبقوا جاي في دموعهم عم ينزلوا الشباب يلا على كل حال الله يوفقهم وإن شاء الله نرجع مهدي ونرجع القلبين لبعضهم أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم القصة اللي معنا الآن هي من المغرب قصة هايك قصة حلوة على كل حال رح تعرفوا كل تفاصيلها ولكن بعد ما نستقبل صاحبة المبادرة سلمة مرتجة قصة 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 متوترة شوية خايفة من الناس من الجمهور من الكاميرا لا ما تخافيش سلما كانت مخطوبة ضلت مخطوبة سنتين لشب تخرج معاه وتجي بعدين اكتشفوا الأهل قالولها وحكوا الأهل بين بعض أنه خطيبها هو أخوها في الرضاعة لذلك من دون ما يقولوا لهذا الخطيب سلمة انسحبت وتزوجت ابن عمها وسلمة حاليا متزوجة ولكن خطيبها السابق تعبان واني عارفين أنه تعبان ايه عرفاني أمه تتواصل مع سلمة بتقول له يا سلمة لازم توضحوله أنه سبب زواجك من ابن عمك مش خياني لخطيبك خطيبك اسمه عبد الرحيم كان السابق بقى مش خياني ولكن لأنه اكتشفنا أنه هو أخوها بالرضاعة تب ليش لما تركتيه ما قلتي له هالكلام أنا مقدرش نقول لي حتى أنا قبيت مع الآل دياله وكان أصلا كونش خايف من ردة الفعل دياله وقالوا لي أنه غدي يتدمع وقدرش أريني نقول لي ما تتدمع أكتر إذا كان عارف رحتي خدتي خدتي واحد غيره يعني وانفصلتي عنه مدون سلمة ما كانش غدي يتقبلها هتو كان كيبرني بوحطة رقلي اللي بزاف كان كيبرني بجونون ما قدرتش نقول لي فكرت أني نمشي نزوج بلد عمي ما نبقاش وشوفه ولكن أنا فكرته من العودة اللي زوج ديالي بالمشكلة اللي عندي هو ليساندني وجيت للبرلماج باش لقى واحد الحل باش نيتاوه نقول لي نقول لي أشنو عندي باش ليه عم تبكي تضل ليه عم تبكي ما أنت قصدتي تيجي على استيديو عشان توضحي الأمر مع خطيبك السابق ما عبد رحيم بريتن بي ليه بألني أنا مش خليته علاق بالفلوس ولا خليته حتى أنا ما كان بغيش ولا لأ أنا بغيت نوضع ليه حتى أنا كان هندر مع المديال وقد قول ليه بألا هو حال توضع وعاد مبقاش ديك هبدا ما حملكت أنا كان عرف أنا مبغيتش يقول أنا أنا سلمة كدبت عليه ولا أنا عمار ما بغيته ولا ديك شيئة جديدة أنا هناك بس هيك يعني بس جاي توضحي له الأمر حتى يرتاح هوش ما في شي يعني تقول ليه لاش أنا خليته طيب من ذلك الوقت من سنتين إلى اليوم ما شفته بعد لا ولا توصلته ولا أي شيئة لا أنا كنا ندرغيب مع الوالدة ديالو وكنا نسمع أخبارها من عنده خلاص خلاص والله يعني الصدق غريبة بس وجهنا له الدعوة إلى عبد الرحيم خلينا نشوف سواء إذا كان وافق وإذا كان رح يجي أهلاً أستاذ جورج إحنا الآن كنتواجدوا بمدينة صدال بيضاء العاصمة الاقتصادية بالمغرب وغان نشيو باش هنقلبوا على البيت زي العبد الرحيم بن عبيشة باش نسلموا ه الدعوة يالو أجو معايا نشوفوا وشكاين أستاذ جورج حنا دبا في الحي اللي كيتواجد بي عبد الرحيم بن عبيشة وغان نمشيو باش هنقلبوا على البيت ديالو باش نسلموا ه الدعوة يالو أجيو معايا نشوفوا وشكاين موسيقى 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 هالقصة اللي معنا من المغرب ما شفنا قبل الفاصل اجت صديقتنا سلمة جاي لحتى تقول خطيبة السابق اللي تركته وتزوجت ابن عمها بعد منه انه هو كان اكتشفوا هي والاهل وجميعا اكتشفوا انه هو اخوها بالرضاعة لذلك انفصلت عنه من دوما تقل له وما حدا قال له كانوا خايفين عليه رح ما شوف هلأني هو قبل الدعوة مش عارف شو فيه عبد الرحيم اسمه عبد الرحيم بينتظرنا بالخارج صار وقت انه يتفضل خلي شرف اهلا وصالة فيك شكرا على مجيئك كيف كانت هالرحلة ان شاء الله ما فيش تعب لا ما فيش انت من وين من كزا بلانكا ايوا من كزا بلانكا اهلا وسهلا عبد الرحيم سألت لسعية البريد انه وش بده مني الاستاذ جوج وانا ايوا ضروري مش هيك ايوا انت شو مفكر مسلا فكر اني عندي دعوة البلاتو وشوف الجمهور هذا وشوف الجمهور الله يبارك ما فيشي اي ما تباتع تلأم كله تمام ان شاء الله الله يبارك في كزا وتكون مكرم معزز والاخر ايه بس هذا البرنامج اسمه المسامح كريم ايوا المسامح كريم المسامح كريم هذا البرنامج فيه ناس بيلجأوا لعندي لحتى انا ادعي ناس اخرين انه يشوا على استوديو متل افضلك متل حضرتك وانت مش عارف مين اللي دعاني بس مش انا اللي دعوتك حدا طلب مني انه ادعوك دعوتك بتحب تعرف من هو اكيد اكيد اهلا اللي دعاني وعايز يشوفني ايه اهلا وسهلا ايه انت ببير عليك انك انسان طيب طلع بيها الشاشي وهلا بتعرف مين عرفتها ايه وعرفها عرفتها ايه وعرفها سلمة سلمة ايه ايه سلمة واه سلمة ابما شوفك عم تبكي بس انا مو شو عمل لها لسلمة انت ايه مش عملالي هاي مش انا اللي عملها هي اللي عملالي بزرط الحويج مش انا نحكي خلينا نحكي لانك اللي رح تتفاجأ رح بقرار لك الرسالة طبعها وبتشوف شو عاملي فيك عمد رحيم لباس لحظة لحظة سلمة اللي ما تحكي انت مستعجلي كتير بريك تحكي روئي بتقلك اخي العزيز عبد الرحيم اخي مش حبيبي انت بنا اخي ندفع احيانا ثمن اشياء لم نردها وهذه هي الحياة وانا وانت دفعنا ثمن علاقة قديمة جمعت اهلنا وليس في يدنا ان نغير الواقع ها دي الشيطان او الماضي ها دي الشيطانة اخر يدرهم شوية ها دراحيم اعد اعد انا بيكمل لك رسالي عادي يا سلمة عادي انت خلص ما تقومي بقى يا شو هالصة انا افكر انه ما في خلاف يا لك شو بتقل لك سيد جورج هادي خلتني سنتين يا خيروش شوية انا خليت بقى سنتين وانا خليت بقى انت لبقى تحكي خلص سيد جورج هادي خلتني عمين وانا اسمع شوية بقى اشتكي بعدين نحكي انا وياك رو بدي خمس الرسالة دي قليني يكمل لرسالة تقل لك انت تعرف اني كنت احبك مثل ما احببتني وهذا ما منعني من اخبارك بالحقيقة في حقيقة التي عرفتها واخفيتها عنك انا و اهلك خوفا عليك اسمع الحقيقة هادي اللي تقول لي جيب عامين عادي تقول الحقيقة ايه ايه اسمع ايا كدابة ايا كدابة روك شوية لقد فضلت ان تظن اني خنتك عن ان اخبرك بالحقيقة وكان هذا خطأي الوحيد الذي اعتدر لك عنه وها قد اتيت اليوم لاصلاح امام الناس صحيح انا متزوجة الان هي متزوجة ابن عم لكن امرك لا يزال يهمني لاننا حتى وان افترقنا سنبقى يا اخبا روح سنبقى عبد الرحيم عبد الرحيم خليني كامل الرسالي سلمة ما ما تحكي انت اذا بتحكي بتطلعي من الستوديو خلص بلق صحيح انا متزوجة الان لكن امرك لا يزال يهمني لاننا حتى وان افترخنا سنبقى اخوة وهذه هي الحقيقة التي اخفيناها عنك فانت اخي في الرضاعة وهذا امر لا يمكننا تغييره انا اكبر منها كيفي اختي وانا كبر منها كيفاش ه يختي انا اكبر منها أمي أصداد أنا أكبر مني بستة تناوت ماشي ميمكن سيكون رادة عبد الرحيم لا تكذب غزماني عبد الرحيم تب هي مش إسمها ذا هلا ما تنسمى أنت ما تزعروا ذا عبد الرحيم هي جاية جاية طالبة هي كدابة عليك هي هادة سيطانة أنا جاية كدوب عصر الزر هذه كدوب عصر الزر أخويا فعودة أولك المماضعة شبايا أنا تماثم أخويا أساما اسمع اسمع عبد الرحيم عبد الرحيم هلأ هني عم بتقول هي وأمك أمك عم بتقولها لازم تحكي معاك وتقولك أنه أنت أنه أخوها بالرضاعة هلأ مش دورية تكونوا عم ترضعوا بنفس الوقت عرفت كيف؟ بيجوز أمك أو أمها مرضع مرضعاتكم ما بعرف مين مرضع مين سوولة سوولة قلاش كوني مرضعية عبد الرحيم تسمع ليش رمو سبيلا درجة ممتعكش ممألويا خد تشامرها دماغويا أساما عبد الرحيم طيب خلينا نسمع دماغويا أساما وكونك أمك عم تقول أخويا وشعلي غادي يقول أنا عبد الرحيم هيمت زوجة وزوجها وزوجها قال لها روحي تزري من عبد الرحيم وقال لها خلي يعرف حقيقة هني فصلت عنا أنا أعلى قبل هادسي دا وليس كان كمي كان ستراب كان ضحك على دريات أنا لاتشي جت لنا أنا لاتشي جت لنا عبد الرحيم غرس أنا لاتشي جت لنا سوول ممك عبد الرحيم سوول ممك كل لنا درم عم تليفه عبد الرحيم نوضي صيفتها في حالة ألا قبلها هي حيث أنك تكن حاجة ما كان قداش نجيبها لها وكن نجيبها لها وكندير بزرط حويش على قبلها عبد الرحيم هلأ رح تعرف الحية الحية أنو هي أختك في الرضاعة خلص عرفنا الحية لا أنت ما شمعت رف بها شي لا ما كيناش ختيف الرضاعة أنا أكبر منها لو كان لو كنت أكبر منها يا أخي أمك مردعتها ما يمكن سوولة شكون هي فين ختيف الرضاعة أو أم هي مردعتك لا مردعتني أم لا مردعتني عبد الرحيم لم تنسلسول مملكا حسنا لم تنسلسول مملكا سوول ختيفة ما تنسلول أنا كلها هكذا الأدم عادي يا سلمة عادي 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 إذا ما غتقول لك ما تقول لك أنا كدامة لما تجيبت لنا من المغرب المصر جيبت لك سلمة سلمة عادي 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 يا سلمة خلص ما في داعي لكل هالشي أنت تزوجتي وعندك حياتك وجاي غير سمح فيها جاء تشوف تسمع لا تشوف غير سمح فيها اختلاح هل ما تسمعش فيها بالعكس وولي سألتني بشترخانانة حيوان حيوان تربيه شهر وتسمح فيه يخلي شهر شهر تخليه متوكليه موالي ومتشيش عنده يسمح فيك بشي عامين يخليك نجا ما يعيط لك ما يسول فيك ما يقولك تشي حاجة لذا بيجي أنا أخوك ما يتزوج دي أعلم تبش عايزها منك شي أنا عارف جاي تقول لك أنه أنت أخوها برضاع وما بده منك شي لا بده تتزوجها ولا بده ترجع لك ولا بده شي مبغيش أنه نسمعها ونشوفها نفردك والله بدك تمشي مرح تسمعها أنا بدي أشكرك أنك جيت وعزرنا على المفاجأة كنا حابين تكون مفاجأة حلوية بس أنت مجروح والله حتى بس نشوفها الله يرحل ولي بسيطة بسيطة معزور حبيبي الله يبرك وإنت عزرنا الله يبرك أوك يا عبد الرحيم الله يبرك شكرا الله معك الله معك ها معك ربو عندك ربو سلامتك سلمة عنديك ربو سلمة قصب يعني أنا كنت متوقع الشي يا سلمة لأنه خلص كل واحد منكم بحياته وأنتي مش راجعة خلص 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 أنت حكيت اللي لازم تحكيه هلأ طالما رح ترجع على المغرب اسماعيلي اللي لما ترجع على المغرب وطالما في علاقة مع أمه خلي أمه هي تقوله الحياة وأنتي خلص خليكي مع زوجي وعيشي حياتي وانتهت القصة بينك وبينه خلاص طالما هو مش معترف أنك أخته بالرضاعة هو مش معترف وانت مين قالك أنه انت مين قالك أنه أخوه أخوك بالرضاعة أمي كانت رضعه أمي كانت فشي الله ولداته وكانت عنده مشكلة وردعته لأم ديالي من اللي خرجوه خلص حلوها بالمغرب خلي أمه تقوله أنه أخوكي بالرضاعة وانتهت القصة نحن هون ما الرجل تفاجأ وردت فعله قويه وخلص وانت ما تبغي منه شي يعني ما بديك ترجع ترجعه مع بعض أنت متزوجي وديري بالك عم من زوجي متشكرك على سئتك وحاولتي أنك تحلي هالمشكلة معنا بالستوديو بس ما صار ما حصل مش بإيدنا على كل حال خدي بالك من نفسك من القسمة تبعك وانت عصبية شوي من وقت ما جيتي ما وقفتي لهز أوكي يلا وسلمي على زوجك لأنه هو قال مش راجل أنا بلاقيه راجل أنه سمحلك تجي وتقابلي أوكي يلا شكرا شكرا مع السلامة شكرا هذه أول قصة بتصير معنا من هذا النوع يعني على كل حال إجت الست منا عارفين شو بدنا منه بدنا بس تعتذر وترجع العلاقة علاقة الصداء ما اعترف أنه أخته بالرضاعة شو بدي أعمل يعني ما فينا ماني ملاقي حل ماني ملاقي أني في مشكل كبير ولا ملاقي أنه في حل على كل حال انتهت كما يجب أن تنتهي هذه القصة كل واحد رجع على بيته بيدبره حاله هني بالمغرب